لسه بدر انت بحتاج تكسب مطشاطك يعني بغض النظر فكرة ان انا بدأ طول الوقت ببص على نتائج المنافسين ايه فكرة سيئة وفكرة موترة وفكرة تضغطك يعني وتاخد منك اكتر ما تديك انت بص لنفسك هو ده الاهم دلوقتي انك انت الكرة لسه في ملعب اللعيب ويا ده الرسالة اللازم توصل لكل اللعيب انتو عملتوا اللي عليكم فرحتونا بالفعل في بطولة الكنفيدرالية نفس الاداء ده عايزينه في الدوري وانا واثقة ان الزمالك هيرجع لمكانته الطبعية ومكانته اللي هو بالفعل يستحقها وانا بقول كده وانا معايا الدليل يعني لو تفتكروا فعز المواقف الصعبة اللي مرت على الزمالك في الكنفيدرالية انا هنا قلتلكم انا واثقة فريق واثقة ان الزمالك عند الروح والعزمة اللي تخليه يكسب البطولة واثقة في الجمهور واثقة في الادارة واثقة في جمز او في الجهاز الفني وفي النهاية حصل حصل وفزنا باللقب انا دلوقتي بقول لكم مرة تانية لو الزمالك مشي على نفس النهج ومشي على نفس طريق البطولة بتاعت الكنفيدرالية انت بترجع تاني كده وبتنافس من جديد مفيش شيء بعيد عن الزمالك والزمالك عودنا يعني الزمالك عودنا انه مفيش معاه حاجة اسمها مستحيل وشوفنا ازاي الفريق بيرجع لمستوات طبيعي مثلا بارح في المطش مبارح الزمالك بجد يعني انا مش عايزة نسفتك بقفور بس كانوا بجد بيعزفوا والله ما بيلعبوش كورة دول كانوا بيعزفوا بامانة المطش مبارح متعة كروية ما حصلتش انسجام وحاجة يعني هايلا مع الفريق بارح كنت تشوف انسجام ما حصلش في العرض اللي قدمون بارح وازاي قدرت تفوز وازاي قدرت تاخد الثلاث نقاط هي دي شخصية الزمالك هي دي شخصية الزمالك اللي ضمانت له استمرار التفوق في موجهة الاتحاد لو مشيت على نفس النهج لو مشيت على نفس الطريق لو اعتبرت ان مطش مبارح هو بدايتك للمنافسة على الدوري خلاص اضمن لكم انك انت زمالك يعود لمكانته ولكن هي الفكرة بس ان انت تركز الفترة اللي جاية عندك فترة اعداد انا بشوفها لحد ما هي مش طويلة برضو قوي ولكن انا بشوفها فترة محترمة جدا انك انت تقدر تجاهز الفريق وتبدأ باب دات من مباراة سروميكا لان الجمز مع ملش فترة اعداد فانا شايفة ان هي طبعا مش تبقى اعظم فترة اعداد هي مش فترة طويلة على فكرة يعني فترة قصيرة جدا للاتزامات طبعا المنتخب ولكن انت محتاج لها على اقل انت محتاج راحة على اقل انت كان عندك ضغطة الفترة الاخيرة كبيرة جدا الزمالك محتاج راحة مشواركم فدرالية مع ضغط مباريات في الدوري انت بتكلم على ضغطة اللعيبة نفسها مرتحتش حتى عندك فرصة ان لعبتك المصابة يقدروا يرجعوا لك فترة الراحة دي فانا شايفة ان هي فترة عظيمة جدا بقرر دايما ان هي مش زي فترة مثلا بداية الموسم او ان انت عندك اجازة الموسم وتقدر تعمل فترة اعداد كبيرة وتجهز لعبتك بالشكل الامسل ولكن على الجمز انه يستغلها استغلال سليم لاعداد لعبته وانا بقول لكم انا عايزة نعتبر مبارات الاتحاد هي بداية انطلاقة الفريق لمشوار الدوري اشتركوا في القناة